السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وخواتي حياكم الله جميعا في عام 2009 وتحديدا في درعة محافظة درعة في سوريا على ضفاف وادي اليرموك حصلت حادثة تعد من أغرب الحوادث اللي صارت في سوريا القصة تبدأ مع أم سعيد وهي عاجوز تقريبا عمرها حوالي 75 أو أكثر شوي ولكن المؤكد أنه 75 سنة عمرها أم سعيد في عندها ابنها سعيد عمره حوالي 40 سنة وأخوه أصغر منه حوالي سنة أو سنتين واللي هو محمود سعيد ومحمود يشتغلون بالخليج بوحدة من دول الخليج في عام 2009 طبعا هم من ولدوا في درعة وردوا في هذا المنزل اللي عايش فيه أم سعيد وسعيد ومحمود طبعا الوالد متوفي عايشين ببيت قديم شبه مزرعة قريب من وادي اليرموك هذا البيت قديم من حجر أو صخر أسود والأشجار والبستان اللي موجود حوالي هذا البيت أيضا طاعن في القدم يعني قديم جدا في بهذا البستان شجرة نخيل عمرها معمرة يعني يعني لدرجة أنه ما حدا يعرف عمر هاي الشجرة شقد بالضبط اللي حصل أنه قبل ما يطلعون سعيد ومحمود حاولوا مع أمهم أنه ياخذونها معاهم لكن هي رافضة تماما أنه تخرج من هذا البيت يعني حاولوا بشتى الوسائل يقولون لأمهم يا أمنا أنت ما يجوز تظلين هنا أنت كبيرة كذا نجيب لتشغالة نجيب لش كذا المهم وصلوا الحل أنه جيبوا لها شغالة مشان هم ما يقدر يشتغلون في عندهم شركة بالخليج يشتغلون فيها المهم هي هاي العجوز طبعا من ولده في ظاهرة غريبة بهذا البيت الظاهر الغريب أخواني أنه هذا البيت فيه أفعى شبيرة وهاي الأفعى موجودة على شجرة النخيل هاي يعني هاي الأفعى تطلع فيه بجذع الشجرة فيه مغارة صغيرة مغارة تقريبا صغيرة بجذع الشجرة تماما تفوت هاي الأفعى من هذا الجذع وتطلع من هذا المغارة وتطلع بشكل دائري وتوقف فوق أشجرة الأفعى طولها حوالي ست أو سبع متار وأيضا معمرة ومن ولده محمود وسعيد هم يشوفون هاي الأفعى يعني تطلع كل فترة واللي محافظ عليها كان أبو سعيد قبل يقول لا تقتلون هاي الحية يعني ما يسمح لحده أنه يقتله حتى يعني صار شبه معلم سياحي خلينا نقول هاي الشخص يجي من برة يجي بده يشوف هاي معقولة مم ربين حية يعني يعتبر هذا الشيء غريب فعلا يجون الأشخاص ويتفرجون على هاي الحية كبيرة يعني أفعى كبيرة يشوفون هاي يتفرجون عليها ويروحون وأيام تكون هاي الأفعى ما هي موجودة يعني داخلها بهاي المغارة اللي بجذع الشجرة أخواني بعد فترة معينة كانت هاي الشغالة طبعا حفاظ الحفاظ على هاي الحية هو لغز بحد ذاته بهاي القصة أخواني من بعد أبو سعيد قامت أم سعيد تقول أنه لا ما حدا يجي يشيل هاي الأفعى طبعا انطلبت هاي الأفعى لنظرا الحجمها يعني في ناس بدها تشتريها في ناس بدها تأخذها بدها المهم ما سمحت الحدا أم سعيد أنه يأخذ أو يعتدي على هاي الأفعى وتقولهم هاي الحية حارس للبيت طبعا شنو تقصد أخواني بنهاية القصة ما رح نعرف لأنه مجرد تخمينات فيما يتعلق بموضوع أنه أم سعيد تقول هاي حارس يعني شنو تقصد أم سعيد بل حارس وأبو سعيد لما يقولون هاي حارس شنو يقصدون بالضبط ما حدا قدر يفسر هاي النقطة أخواني الشغالة هاي كانت تروح كل فترة يعني شهر أو شهر شوي تروح على أهلها تظل لها أسبوع كذا وبعدها ترجع في مرة من المرات اللي راحت بين هاي الشغالة اللي اسمها ميادة راحت على أهلها رجعت بعد أسبوع عفوا بعد يوم أو يومين اتصل عليها سعيد الشغالة قالها أنا من البارحة اتصل على أمي وما في الهاتف ما يرد يعني فتطلعين هسا مباشرة أمي من البارحة ما ردت لا يكون لا سمح الله صار لها شي صار عليها شي فورا تطلعين تشوفين شنو صاير بالبيت فلعن طلعت ميادة واتجهت باتجاه البيت لما وصلت على البيت ما لاحظت أي شي يعني عبارة البيت على حاله تماما كأنها موجودة أم سعيد وين رايحة؟ قال ها الشفتي قالت والله ما موجودة أم سعيد شلون مو موجودة؟ وين راحت؟ قالت والله ما عرف كل شي بالبيت على حاله طبيعي ما في أي شي بس عبارة أنه أم سعيد مو موجودة قالوا لها يا ميادة دوري هين هين ممكن رايحة على الجيران طيب جوالها قالت جوالها موجود بالغرفة يعني هم كانوا يرنون يرنون ما حد يرد يعني أم سعيد ترك موبايلها وطالعة من البيت بس ما حدا بالضبط يعرف وين رايحة قالوا له ميادة أطلعي على المكان الفلاني هي مرات أم سعيد تروح في إلها بنت بار رضاعة تروح عليها بقرية مجاورة يعني تركب تكسي وتروح عليها تزورها يوم أو يومين وترجع يعني تعتبر بنتها فعلا طلعت ميادة وراحت على هذا البيت بنت أم سعيد سألتهم سألت بنتها قاتلها والله ما أجدنا يعني ما شفتها ليش كذا هاي قاتل والله من يومين إحنا ندق عليها وموبايلها ما ترد وبنفس الوقت جينا قلنا ممكن تكون إجت لي عندش قاتلة والله ما إجتني المهم صارت عمليات بحث على أم سعيد الشباب سعيد نزل من الخليج على درعة بده يشوف أمه خلاص الموضوع صار بده نزله يعني ما يمشي الحال فعلا نزل بدأوا يدورون إجوا يسألون الجيران طبعا حتى ميادة قالولها يا ميادة أنت ما خبرت شي ما لاحظت شي بالفترة الأخيرة قالت لهم ميادة أبد أبد ما لاحظت شي ولا في طبيعي أصلا أنا حكيت معاها أمس يعني بعد ما راحت قالت أمس حاجيت معاها وطبيعي ما في شي طمنت عليها بالليل إنها صحتها جيدة وكذا وقلت لها أنا يومين ولا ثلاث وأجي يا جماعة وين راحت أم سعيد عجوز عمرها 75 سنة ما تقدر تمشي حتى يعني ما تقدر هي تروح على مكانات بعيدة لو كانت بنت أو شابة أو لساها موضوع غريب جدا وين راحت أم سعيد بعد التحليلات وناس تخمن وناس تتوقع تعرفون يعني صار حديث القرية أم سعيد وين راحت أم سعيد وين جت أم سعيد في شخص قال لهم أنا أقول لكم وين أم سعيد قالوا له يا ابن الحال تفضل قل لنا قال لهم والله أتوقع أتوقع أنه أم سعيد جت على الوادي الوادي يبعد أخواني حوالي 300 متر طبعا وين يرموك معروف عميق جدا معروف تاريخيا بها المهم عميق جدا قال لهم والله يعني أتوقع أنه أم سعيد باتجاه الوادي هي دائما تجلس على صخرة على ضفاف هذا الوادي لا يكون أجت على هاي الصخرة ولا سمح الله يعني عجوز ومعد تشوف وكذا وراحة طاعت بهالوادي فأنزلوا جوة شوفوا ممكن تكون جوة يعني فعلا يا جماعة قالوا والله يعني ممكن إجوا النزلة صعبة وادي سحيق عميق نزلوا طبعا مثل الفرقة جابة وكذا نزلوهم ونزلوا بعمق الوادي طبعا مكان شجار جوة بقلب الوادي الغوف وكهوف وشغلة عويصة قالوا يعني إذا وقعت طبت أخواني فرضني يعني إنها طبت بهذا الوادي الوادي فيه حوش يعني أنتوا لا تتوقعون أنوا راح تلاقونها تحت هذا المكان لا ممكن سحبها وحش ممكن كذا وبدأت البحث داخل هذا الوادي العميق استمر البحث لحوالي ثلاثة يام ما خلوا أخواني مكان مغارة كهف ما فيه أي أثر قالوا طيب يعني على الأقل لازم تقع باكورتها فعلا يعني باكورتها ما راح يأكلها الوحش لازم لباسها شيء منها نعالها أعزكم الله يعني إلا ما نلاقي شيء أبد أبد ما فيه أثر نهائيا الأم سعيد رجعوا طبعا يبحثون يدورون خلاص الوادي ما في شيء يعني خلاص هذول الباحثين اللي جوه دوروا قالوا مستحيل تكون أم سعيد موجودة بالوادي سواء آكلها وحش أو مو آكلها وحش المهم يعني مو موجودة بهذا المكان خلاص روحوا دوروا بغير مكان في نفس الوقت إخواني إجت حرمة قالت أنا طبعا كل واحد إخواني يتوقع يخمن يفكر حرمة من القرية نفسها قالت أنا أقولكم وين أم سعيد وين أم سعيد قالت والله إذا الله ما كذبني شوفوا الحية قال له شنون شوف الحية قال له شوف الحية ممكن أكلت أم سعيد قالوا يا بنت الحراش سول في أنت حية قالت إي الحية تبلع الآدمي يعني أو هي حية بهذا الحجم منطقي الموضوع تبلع الآدمي طبعا كان ماضي أربع أو خمس أيام ست أيام على هذا الحكي إجوا الحية فعلا راقبوها شافوها يعني هي يوم تطلع يوم ما تطلع يوم تروح على غير مكان بهالبساتين ما تفوت على هذا الوادي الحية يوم إجت شافوها الحية إخواني لما تكون بالع الحية بالع إنسان بهذا الحجم يظل يعني يظل عشر تيام خمس تحش يوم أثر شافوه الحية ما لها علاقة نهائيا ومن ثاني يوم الشغالة ميادة قالت أنا انتبهت لهذا الموضوع أنه ممكن لأنه هي تقرب على الحية وتقعد جوش جرى أم سعيد فقالوا أكيد نزلت هاي الحية وكانت جوعانة أو كذا وبلعت أم سعيد آه صاروا يحللون كل واحد يعني شيء محير فعلا يعني يبدو الموضوع غير منطقي ولكن لأنه ما تلقى ما لقوا أم سعيد صاروا يحللون أي تحليل فعلا ميادة قالت لا أنا انتبهت ثاني يوم شفت الحية وانتبهت على جسمها كامل ما في أي شيء بالعته أكبر من حجمها أو كذا أو يظهر أو يبدو أنه أم سعيد قالت ميادة أنا منتبه منتبه لهذا الموضوع الحية مؤاكلة أم سعيد قالوا طيب شلون وين أم سعيد يا جماعة راحوا بحثوا دوروا يا جماعة أم سعيد لا أثر ولا أي شيء له شنو يسوون خلاص يعني ماذا خلونا نقول شهار شهار ونوص ما في نتيجة ما في أثر نهائيا للأم سعيد البيت البستان الشجار الكذا ما خلوا مكان ممكن تكون موجودة بأم سعيد وما دوروا ما في نهائية يعني تقول مخطوفة ممكن يعني جايين أشخاص وخاطفين أم سعيد بهالليل وشايلينها ممكن أما أنه موجودة أو ميتة بمكانهم وكل اللي يتراود الذهنهم أنه أجت هاي المسكين العجوز على مكان معين وتوفت وظلت مكانه فعلا يدورون مالقه راح سعيد قالوله الناس خلاص التحقيق يعني لا حوله ولا قوة إلا بالله عش بدك تسوي يعني فعلا ضبضبوا والأمور وقفلوا البيت وطلع سعيد راح على الخليج المهم يا جماعة 2009 2010 2011 2012 بعد مرور ثلاثة أعوام يا جماعة اتخيلوا شنو اللي صار سعيد قال بدي أحفر للقرية بير بس أنزل يعني هو ينزل بس صيف يعني منه يصيف منه يرجع على مكان بيته يفتح البيت يشوف اش ناقصه طبعا لحد الآن يا جماعة أم سعيد لا أثر ولا جثة ولا أي شيء لها قال بدي أحفر بير بهذا البيت للسبيل يعني لها القرية وأحط عليه محط التحلية الزغيرة وأوزع على هالعالم في سبيل الله فعلا إجوا قالوا شلون بدهم يحفرون البير جابوا حفارة نزلوا هاي الحفارة أخواني وبدأت تحفر داخل البيت يعني بالحوش يعني مو بالبيت داخل البيت يعني داخل الحوش بدأت تحفر هاي الحفارة الساعة حوالي عشر الصبح يعني تقريبا الساعة ثنتين صار شيء مفاجئ بالحفارة يعني هالساعة تقولولي شنو علاقتهم سعيد بالحفارة يا جماعة اسمعوا السالفة وهي الدقة الحفارة بالبير لما نوصلت المسافة خمس متار الأزميل تبع الحفارة الرأس تبعها هو في فضاء يعني نزل الأزميل بشكل فجائي المسافة حوالي أربع أو خمس متار اجا صاحب الحفارة يرفع الأزميل لنزل الأزميل فراغ يعني ما في شيء اجا على سعيد قال له والله يا سعيد بصراحة يعني احنا نواجه هيش الشغلات ممكن يكون في فراغ هنا قال له شنون يعني فراغ قال له فراغ فراغ جول بالحوش عندك يعني بعد مسافة أربعة متار أربعة ونص في فراغ يا أخي طيب هذا الفراغ شقد سماكته قال له سماكته أربعة متار بعدين الإزميل يوقف يعني يوم والثاني طلع المي ورتب الأمور سعيد ولكن ظل سعيد يفكر بالبير هذاك وشنو الفراغ هذا اللي موجود شو هذا الفراغ يعني يعني غرفة تحت الأرض ونحن ما نعرف على مسافة أربعة متار مو معقولة يعني كهف تحت بيتنا شنو هذا الفراغ بالثبط وينزلون فعلا قال بدي أنزل وأجيب أحفر شخص يحفر ونحفر آني وياه شخص فعلا جابوا ثلاث أشخاص يحفرون وبدأ سعيد يحفر أول يوم خلص أو مترين مترين وشوي طبعا يحفرون بحذر لأنه ممكن البير اللي حفروا قطر متر ونص ممكن يهوي بيهم ويروحون بستين داهية يعني ما يعرفون شنو في جوه وبحذر لما نوصلوا على هاي النقطة وإذ يعني في مثل السخر أو سقف سخري يعني بلاطات سخرية حاولوا وشيلون قالوا بهالطريقة هاي ما يمشي الحال رتبوا الأمور أنه ينزل شخص مربط على أحبال وننزلوا مشان إذا خفزت الأرض ما ينزل هو وفعلا يجي معها منه اللي ينزل بهيك مكان منه اللي ينزل قال لهم سعيد أنا اللي أنزل حفر ضرب هاي البلاطة بكمبريسة وطبعا هو معلق يعني إذا خفزت الأرض ما رح ينزل ضرب البلاطة هاي بكمبريسة وفعلا خفزت الأرض يعني لو كان واقف فعلا راح ومات يعني يوم نزلت هاي الأرض طبعا ظلام دامس صح الدنيا نهار بس ظلام ما في فوق شجر وتحت ظلام ما في نور نهائيا قام مدد بلجكتور محمود ونزل أيضا بالحبل هذا ينزل شوي 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 تحت هذا البير يقول يوم ضربت هاي شفت الحية طبعا الحية ممكن يعني هاي المغارة بجذع شجرة النخيل تأدي وين على هاي الغرفة والحية عايشة بهاي الغرفة مو هنا الغرابة اخواني الغرابة أنه لما يقول نزلوني نزلونه هم ينزلون شوي شوي نزلوني نزلوني يقول ضربت الآني يقول نزلت على زاوية الغرفة الزاوية فقط ولما نوجهت الضو الحية راحت تمشي وفاتت بهاي المغارة كأنها بتطلع عشجرة يقول لما نزلت وضربت الضو على كل الغرفة يقول شفت شنو شفت امي تصوروا يا جماعة يعني يقول شفت امي شنون يعني شفت يقول لي شفت امي جو بالغرفة وهو يعني يبشي لما نحشي معا يقول لي شفت امي ما عرف تصدقني ما تصدقني يقول شفت امي طيب شنون شفت ها قال لي شفت امي مدد بهاي الغرفة تحت بالغرفة جو تقول يا سعيد يعني انت شلون في معاق للقرية كليات هاجت القرية كليات هيا شاهدة على هاي القصة يا يا جماعة شنو اللي نزل ام سعيد جو يعني منفذ طبعا هنه غرفتين هذن اللي لقوهن فعلا يا جماعة ونزلوا من القرية ناس وربطوا ام سعيد ام سعيد على ما هي بعد ثلاث سنوات يعني شلون التحنيط انما يابسة يعني يعني ما هي بجسمها الطبيعي او طرية او كذا انما كأنها محنطة يابسة تماما ممدد بهاي الغرفة لباسها نفسه بكل شي تماما مثل ما اختفت نزلوا من اهل القرية وشالوا ام سعيد وطلعوها برا وطبعا شالوها واجه الطبيب الشرعي وشافها ما في اي حادث مثلا لدغ او كذا الحية هاي لدغتها او كذا لا 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 يعني متوفية وفاة طبيعية ما في اي شي لا اثار سم لا اثار ضرب لا اثار شي طيب اخواني طيب اخواني فرضنا يعني انه حدا قتلها او ضربها او كذا شلون فاتت على هذا المكان ام سعيد هذا اللغز اللي نسأل لجميع طبعا اخواني الكل من يسمع هاي القصة شلون دخلت ام سعيد على هاي الغرفة والمغارة هاي اتدخل ام سعيد يعني اذا بدها تدخل هي بارادتها اتدخلها اتدخل شخص هاي المغارة اللي بجذع شجرة النخيل يعني اتدخل انسان بس شي يجيب هاي العجوز ويدخلها او يعني الا اذا هي بارادتها دخلت بدها تشوف شنو بيجو طبعا اثر على شغلات بالغرفة بس بتغذى النظر احنا اخواني عن الموجودات بهاي الغرفة ولكن الغريب بهاي القصة يا جماعة انه لقوا ام سعيد موجودة داخل هاي الغرفة متوفية بعد يعني 2009 فقدت في 2012 اثارت هاي الحادثة سعيد حفر هذا البير طبعا شالوا ام سعيد على المقبرة ودفنوها وطبعا اخواني ندعي لها بالرحمة والله يرحمنا جميعا ونوجه تحية لاخونا سعيد ونشكره على هاي القصة طبعا الحية اخواني ملاحظة اخيرة انه بعد ما دفنوا ام سعيد اختفت هاي الحية اخر شخص يقول شفتها اني دخلت على الوادي في شخص شاف الحية دخلت على هذا الوادي طبعا اختفت نهائيا هاي الحية اخواني وخواتي حياكم الله جميعا في خمسة نوفمبر الف وتسعمية واربعطعش اعلنت بريطانيا الحرب على الدولة العثمانية ومثل ما يعرف الكل تقريبا او معظمنا باشرت بريطانيا بالحرب وطبعا سبقتها روسيا اللي اعلنت قبل بايام ربما وهي المعلومات الشخصية اخواني من دون مرجعية يعني ولكن 1914 اعلنت بريطانيا الحرب على الدولة العثمانية احنا اليوم سالفتنا في الاردن وانحيي طبعا اخواننا النشامة ولا يهونون السامعين ونعم من الجميع او نعم من اخواننا اهل عشيرة العمران انوجه لهم تحية وانوجه لكم تحية ككل اخواني حول ميناء العقبة في حقل او حقل مثل ما تلفظ بل فصحة حقل وفي اللهجة البدوية ينقال حقل حقل فيها بين الجبال جبال العقبة اه وطبعا المنطقة هاي كلياتها عبارة عن جبال تحادد البحر الاحمر اخواني سابقا كان في معسكر للدولة العثمانية المعسكر هذا موجود بين هاي الجبال اه الشيخ ابن مقبول كان ماشي وطبعا سابقا يروحون باتجاه سوق العقبة اه يتحوجون حاجياتهم اللي يبيع حلال اللي يبيع ايضا فحم كانوا الفحم يشتغلون في اه اخواننا بهذه المناطق اه طبعا يسوون الفحم وينزلونه باتجاه سوق العقبة بهذه الايام ويبيعونه ويشترون الحلال ويشترون حاجياتهم ويرجعون على القبائل او القرى اللي كانت محيطة بهذا المكان الشيخ ابن مقبول كان راكب فرسه ونازل باتجاه سوق اللي موجود بالعقبة طبعا انباري هالبحر على الشط سابقا اخواني هاي المنطقة ما كانت فيها منتجعات سياحية ولا فيها فنادق ولا عمارات ولا شي عبارة عن هالمنطقة هاي تحادد الشاطئ تماما ويشخص اللي يمشي يبين من مسافة بعيدة ابن مقبول كان ماشي وراكب هالفرس مباشرة مقابيل بالبحر في عمق البحر ربما على مسافة ثلاثة كيلو او اربعة كيلو كانت موجودة مدمرة للقوات البريطانية وطبعا ابن مقبول كل شي كان حاسبه الا ان هاي المدمرة تكون للقوات البريطانية لانه كان الحاكم الفعلي بالوطن العربي تقريبا ككل الدولة العثمانية فهو اعتقد ان هاي السفينة او المدمرة للعثمانيين مباشرة لما شافوا شافوا الشخص راكب فرس انباري هاشط قالوا اكيد هذا شخص يعني بده شي او كذا تحرفون محتاطين يعني نزلوا طراد او زورق البريطانيين او الانجليز وطلعوا فيه اربع او خمس اشخاص مسلحين وغاروا باتجاه الشاطي يوم قربوا على الشاطي على مسافة خمسين متر نادو نادو هذا الشخص واللي هو ابن مقبول قالوا له تعال والله فعلا اجهوا عليه اخذوا طلعوا بالطراد الزورق واخذوا باتجاه المدمرة طلعوا بالمدمرة قالوا لا تخاف ولا شي ولا كذا ما في اسقوه مي طبعا اللي يمشي بهاي المناطق كانت ما تلاقي بيت او مدينة او كذا بهذاك الزمن كانت خلينا نقول صحرة يعني ما تلاقي بيت يسقيك مي مثلا فاسقوه مي وتغدى معاهم وقعدوا ما هو لسه الى الان ابن مقبول ما يعرف انه هاي المدمرة للقوات البريطانية او هذول البريطانيين نعم سابقا كان يحكون لغة اجنبية خلاص يقولون هذا اجنبي معناته اثمانيين يعني على حد علمه انه هذول اثمانيين ما يعرف يعني والاشكال المتشابهة واللغة اجنبية ما كان طبعا ابن مقبول متعلم يعني هو مو دارس مدرسة ولا شيء ما كان يعرف انه هذول انجليز رتب وكذا وضباط ولابسين عسكري عثمانيين يعني قالوله يا ابن مقبول طبعا في مترجم قالوله احنا بدنا منك خدمة كان هذا اليوم اعلان في الحرب من بريطانيا على الدولة العثمانية قالوله انت ماشي تقريبا مسافة معينة راح تشوف معسكر لدولة العثمانية قالهم صحيح مضبط قالوله انك تودي هاي الامانة هالرسالة هاي تاخذها وتوديها على هذا المعسكر ولكن اللي اريده تعطي هاي الرسالة لقائد المعسكر يعني ما تعطيها الشخص ثاني عسكري او ضابط او كذا خلاص ومهمة جدا يعني احنا راح نعلن الحرب عليهم اليوم فاحنا بدنا نبلغهم انه ينسحبون من هذا المكان هذا مفاد الكتاب يعني ينسحبون من هذا المكان او انه تحصل حرب فقال لهم والله اعذروني كذا ما اقدر اود الرسالة ما اقدر اود الكتاب قالوا لهم يا رجال انت لاسم تودي هذا الكتاب ضروري لانه ممكن تعلق فتنة وحرب وكذا وهم ما يعرفون بهذا الشي طبعا اقنعوا بهالشكل هذا وطبعا شال الكتاب المقبول ما يقدر يسوي شيء اصلا اي شخص بمكان وبدو ياخذ الكتاب ويروح فعلا شال هذا الكتاب ورجعه بالطراد ونزله وركب مركوبه ومشى باتجاه هذا المعسكر يوم اجه باتجاه هذا المعسكر بين هالجبال دخل على هذا المعسكر على الباب المعسكر السلام عليكم السلام قال لهم والله انا حامل رسالة مهمة ولكن بدي اسلمها حصرا لقائد المعسكر قالوا لو هات قل لنا اش عندك كذا عطنا الرسالة احنا نوصلها للقائد قال لهم لا انا ما انا حامل الكتاب هو طبعا حامل كتاب قالوا انا حامل كلام بدي اوصله لقائد المعسكر وترى مهم جدا هو درس الامور دوزنها عرف انه هذا تهديد بالحرب يعني البريطانيين بمفاد الكتاب اكيد بالهم الحرب كون اعلنوا الحرب فعلا انتظروا شوي كذا دخلوا على قائد المعسكر دخل عليه سلام عليكم السلام قالوا هذا الكتاب من المدمرة البريطانية او الانجليزية اللي موجودة بالبحر مسك الكتاب هذا الضابط العثماني وقرأ الكتاب قرأ الكتاب طبعا هذا الضابط يكن بيار باي قضب الكتاب هذا ويوم قرأ شاف انه فعلا في تهديد يعني مفاد الكتاب من بريطانيا العظمى الى المعسكر الفلاني قائد المعسكر الفلاني اما انه تنسحب بالتي هي احسن او انه ننزل قوات ونمسح قواتك اللي موجودة بهذا المعسكر عن وجه الارض هذا الضابط مسك الهاي وخبط ايده عالطاولة وضرب الغراض اللي عالطاولة والتفع على ابن مكبول وبدأ يريد يكاون ويريد كذا قال له انا وصلتلك رسالة قال له لا اشلون انت توصل لي رسالة انت عميل للقوات البريطانية طبعا اخواني القوات البريطانية ما تبعث يعني قال له انت جاسوس قوات البريطانية ما تبعث جاسوس يودي لها رسالة على معسكر للدولة العثمانية هذا شيء اكيد مؤكد القوات البريطانية بهذاك الوقت ما في بريد وما في كذا فترسلها مع شخص يعني شخص محايد لا هو عثماني ولا هو المهم اخواني هذا اللي صار قالوا له تعال هذا الكلام ما ينفعك قالهم شنو انا بدي اطلع وامشي رايح انا رايح على السوق الموجود بدي اتسوق حاجيات وجاي انا بشغلة غير شغلكم خلاص هذا الكتاب من الانجليز وتفضلوا وقروه وروحوا وردوا على الانجليز انتو فعلا ما مش الحال يبدو انه العثمانيين بهذا المعسكر كانوا خالصين يعني ما بدهم يفهمون من ابن مقبول وابن مقبول مثل ما قلنا اخواني غير متعلم وما يعرف يقرأ مفاد هذا الكتاب سابقا حتى ما يعرف الكتاب هذا الش مكتوب فيه ما يعرف وربما مكتوب باللغة العثمانية او مكتوب باللغة الانجليزية باحدها اللغتين يعني المهم شالوا قالوا هات تعال يا مثل سالفتنا من يومين شيلوا وحطوا شنو تشيلون وتحطوني قالوا والله انت جاسوس لبريطانيا قالهم يا جماعة لاني جاسوس ولاني شي انا هيك وهيك وهيك صار معاي جيت مريت من الشاطي ونزلت طراد من الصراحة السالفة اللي صارت معها قالوا لا لا هاي مو بعلومك السوال انت ابد لابد انك جاسوس وبعثوك الانجليز علينا تتودي هذا الكتاب المهم يا جماعة ما ما نفعل حد شي وما تقابل معسكر كامل يعني شو بدوا يسوي ابن مقبول فعلا حطوه بالسجن طبعا بنفس اليوم اعلنوا النفير بهذا المعسكر وجابوا وجوه العشائر اللي موجودة بالعقبة كلياته لموها كل شيخ عشيرة ووجيه عشيرة جابوه مع فرسان العشيرة الفلانية وفرسان العشيرة الفلانية قالوا لهم ايش عالجهاد يعني بريطانيا هددتنا وربما تنزل قوات وكذا المهم استنفرت العربان كله يوم لموه العربان وفرسان العربان ووجهاء العشائر وشوخ العشائر جابوا الشيخ ابن مقبول وامام هالحشد من الناس وقالوا لهم هذا تبين انه جاسوس للانجليز قالوا لهم لازم انتو كعرب تنفذون في حكم الاعدام يعني الطخون وبالرصاص لهالفرسان وهال موجودين قالوا لهم والله احنا يا جماعة ما ننفذ هذا الحكم احنا نعرف الشيخ بن مقبول ومعروف انه وانتو تقولون تبين انه جاسوس انشاء تبين انكم انه جاسوس انتو اذا تريدون انتو نفذ الحكم احنا والله ما ننفذ الحكم الاعدام بالشيخ ابن مقبول قالوا لهم لا انتو متعاملين انتو متواطئين انتو كذا قالوا لهم لا بالله احنا ننفذ وبعدين اجوا لهم بحيلة ثانية ال وجوه العشائر قالوا لهم احنا قبائل وثار وحمايل والناس تعرف بعضها لما ما ننفذ ما نطخ شخص شيخ قبيلة وقبيلته شبيرة طبعا ما نقدر ننفذ حكم اعدام بشخص واحنا ما تبين انه انه جاسوس او عميل للانجليس احنا نعرف الشخص هذا المهم قالوا المهم قائد المعسكر كان طبعا ما اتخذ موقف الشيخ ابن مقبول وقال بدي انفذ فيه محاكمة ميدانية اليوم وفعلا يا جماعة جابوا العسكر العثماني الشيخ ابن مقبول وشالوا امام شجرة كان طبعا الشجرة هاي العثمانيين يعدمون الاشخاص عليها وظلت اخواني هاي الشجرة الى عام 93 موجودة هاي الشجرة ولكن عملوا طرقات بسنة 1993 بالاردن وشالوا هاي الشجرة طبعا كان لازم الطرقات هاي تبعد عن هاي الشجرة لانها معلم تاريخي ولازم تظل شامخة وواقفة والطرقات تتبعد عنها ولكن للأسف شالوا هاي الشجرة وكان اثار الرصاص موجود وجابوا عشر اشخاص عساكر عثمانيين وكلياتهم ثوروا باتجاه الشيخ ابن مقبول وطبعا اخواني الله يرحموه ويرحمنا جميعا وهذه سالفة الشيخ ابن مقبول اللي صراحة راح يعني بين الانجليز والأثمانيين اخواني وخواتي هذه سالفتنا اليوم وانشاء الله تكون نالت او حظيت على رضاكم واستحسانكم لا تحرمونا من اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله 22 شكراً للمشاهدة للمشاهدة